اشتركوا في القناة في المجال الأمني والاجتماعي والخدمي وخلال اللقاء تابع سمو محافظ المحافظة الجنوبية أراء ومقترحات الأهالي في الإطار الأمني مؤكدا سموه على حرص المحافظة الجنوبية في التنسيق والتعاون المثمر مع الجهات الأمنية بوزارة الداخلية كمدرية شرطة المحافظة الجنوبية في تلبية جميع الاحتياجات المتعلقة بالمنطقة كما أكد سموه على المتابعة الحتيثة للشأن الخدمي من حيث استكمال المرافق العامة وتوفير الخدمات الضرورية حيث تشهد مدينة خليفة عددا من المشاريع الكبرى التي تعكس البعد التنووي المستقبلي للمدينة في مختلف الأصعدة من جانبهم عبر أهالي مدينة خليفة عن شكرهم وتقديرهم لسمو الشيخ خليفة بن علي بن خليفة آل خليفة محافظ المحافظة الجنوبية على حرص واهتمام سموه في تواصل سموه المستمر معهم ومتبعة احتياجاتهم وإيصالها للجهات المختصة مشيدين بما تحظى به مدينة خليفة من مشاريع تنموية رائدة وفي ختام الزيارة قام سموه محافظ المحافظة الجنوبية بجولة ميدانية في أحياء المدينة حيث اطلع سموه على أعمدة الإنارة التي تم تركيبها مؤخرا وذلك في إطار الجهود المبدولة بالتنسيق والتعاون بين المحافظة الجنوبية ووزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني وهيئة الكهرباء والماء اشتركوا في القناة